يسأل عن زكاة الفطر يقول حكم زكاة الفطر على المغترب زكاة يقصد بالمغترب الشخص وهو مقيم في دولة أجنبية لسنين طويلة هذا لا يسمى مسافرا هذا يجب عليه أن يخرج الزكاة في البلد التي هو فيها وفيه بلد من بلاد العالم الغربي ولا الشرقي إلا وفيها مركز إسلامي فيه لجنة في العادة هي لتجمع في زكاة الفطر وتوزحها إما على الفقراء المسلمين الموجودين في المدينة وإذا كان ما فيش فقراء في المدينة هنا تأخذها وتبعث إلى بعض البلاد الإسلامية في بنجلديش وإلا في مناطق أخرى في أفريقيا فيها فقراء فهناك جهات تنظم هذا كما عهدناهم في ملاك الإسلامية في كل البلاد غير الإسلامية فمن كان هو مقيما يقام دائما هو أولاده على سنوات ويشتغل وشخص مش يعني مسافر فيه فرق بين المسافر وبين المغترب المقيم المسافر معناه شخص سافر لتجارة سافر لعلاج سافر لأي مهمة وبيرجع لبلده في خدود أسابيع وأن لا أشهر قليلة وكذا هذا المسافر يجوز له أن يخرج الزكاة في البلد التي هو فيها بالقيمة في تلك البلد التي هو فيها ويجوز أن يوكل أهله في بلده أن يخرجوها نيابة عنه حسب قيمة البلد بلده الأصلي الذي هو مقيم فيه بصفة دائما هذا المسافر المسافر يجوز له هذا ويجوز له هذا يجوز أن يوكل عليها من يدفعه عنه في بلده الأصلي ويجوز أن يدفع عن نفسه في البلد التي هو فيها أثناء السفر لكن شخص مقيم لعشر سنوات ولا عشرين سنة ولا كذا في بلد أجنبي ولأن الفطرة مثلا في أمريكا وإلا في بلد أوروبي تتبع عشر يورو ولا خمسطاشر يورو على الشخص يستغليها ويقول خلي بنقول لأعيالي في ليبيا يطلوها نيابا عني سبع دينارات ليبيا أقول هذا لا ينبغي هذا من التحايل وهو في الواقع لا يسمى ساكنا في ليبيا هذا من أقام هذه المدة الطويلة هو مقيم هو مقيم يقام دائما بصفة دائما في بلد آخر يجب عليها أن يخرج زكاته في تلك البلد ولا يتنصل من التكلفة بأن يقول لا أنا أصلي من البلد الفلاني من عشرين سنة كنت في البلد الفلاني ونبغي نطلع الزكاة على قيمة البلد الفلاني هذا من التحايل الذي لا ينبغي أن يكون في تونس يقول نحن في حجر صحي عائلة في حجر صحي ويسأل عن زكاة الفطر هل ينطبق عليها أنه مسافر أيضا يخرجها في البلد هذا موش مقيم أن يتكلم عن شخص لهو مقيم في بلد منتقل من بلده للإقامة في بلد آخر زي ما سميت أنت مغترب هذا ينبغي أن يخرج زكاته في البلد التي هو فيها أما شخص مسافر وتتو هذه الأزمة وعملوه في حجر صحي فجزله هو أن يكلم أهله في ليبيا ويقول لهم خرجوا عني زكاة الفطر لا حرر في ذلك ترجمة نانسي قنقر